في برنامج كواليس سأروي لكم القصص المثيرة والغريبة التي عشتها مع شهود العصر وضيوف بلا حدود طيلة أكثر من ربع قرن ولم تشاهدوها على شاشة الجزيرة سأروي لكم قصة الشاهد الأول والشهيد والمفاوضات الطويلة مع الرئيس الجزائري أحمد بن بلا والانقلابات العسكرية على الحسن الثاني ملك المغرب وأسباب رفض الأمير طلال بن عبد العزيز إكمال تصوير شهادته على العصر وكيف صلت حسين الشفعي كلبه علي حينما غاضب مني الناس تعرف أن فيه فلك واحد لازم تمشي فيه والذي لا يريد أن يسير في إطار هذا الفلك خلاص يعمل فلك جديد ويصطدم وإذا اصطدم لازم يتحمل مسؤولية اصطدام والكمين الذي نصبته لي جهان السادات في بيتها والصندوق الأسود لجمال عبد الناصر الذي رفض تسجيل شهادته على العصر ومدير المخابرات الذي أصيب بجلطة في لسانه قبل التسجيل والشاهد الذي توفي قبل أن يكمل شهادته والحاخام الذي بشر بنهاية إسرائيل والمعركة مع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال مارك كيميت خلال تغطية لمعركة الفلوجة وبعدها في الاستوديو والرئيس الذي كلف جهاز مخابراته بملاحقة وسرقة حقائبي في باريس والآخر الذي كلف جهاز مخابراته بالاعتداء علي في القاهرة أما ببلاغ على الهواء مباشرة إلى السيد وزير الداخلي أما قصة الصراع بين الرئيس البشير والدكتور حسن الطرابي وحوار الرئيس بوتفليقة الذي أغلق مكتب قناة الجزيرة في الجزائر طيلة عشرين عاما والشاهد الذي أبكاني والضيف الذي أضحكني ومساعد وزير الدفاع الأمريكي الذي هرب على الهواء في منتصف الحلقة كل هذا وغيره من القصص المثيرة والحكايات المشوقة الغريبة والتحديات المهنية والدروس الحياتية والمسيرة الطويلة في دروب الصحافة المكتوبة والتلفزيونية سوف أرويها لكم في برنامج كواليس يأتيكم كل أربعاء في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على أفير الجزيرة والمنصات الرقمية لشبكة الجزيرة الإعلامية ترجمة نانسي قنقر